موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية تلوها بسم الله الرحمن الرحيم اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة دكتور رشاد العليمي قرارا بتعيين الفريق الركن محمود احمد سالم الصبيحي مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والامن كما قضى القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشارات العسكرية قال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض بلجنة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسرا هذه الهيج بان ميليشيا الحوثي ترفض الموافقة على زيارة السياسي المختطف محمد قحطان كشرط لاستئناف المفاوضات واوضح هيج في مداخلة بندوة حقوقية في مارب يوم امس بان الوفد الحكومي اوقف اللقاءات مع ميليشيا الحوثي حتى تلتزم بشرط السماح لأسرة قحطان بزيارته وعشار هيج في تصريح للصحوانت الى ان قرار الوفد الحكومي ناتج عن توجه الرئاسي بان يكون محمد قحطان اول من يفاوض عليه خاصة بعد خروج رفقائه الذين شملهم القرار الاممي 22-16 وبخصوص اللقاء المرتقب في مسقط قال هيج ان لدى الامم المتحدة رؤية اخرى وهي تبحث عن اي نجاح ولو على حساب قضايا اخرى مؤكدا ان قضية قحطان قضية كبيرة لا تسقط بالتقادم ادانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اقدام ميليشيا الحوثي الارهابية على اعتقال وتعذيب احد عشر مواطنا من ابناء اتهامة بتهم كيدية باطلة بعد ان اختطفتهم من منازلهم ومقار اعمالهم وعشارت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيان الى ان هذا السلوك ليس بمستغرب على جماعة امتهنة القتل والترويع والخطف مذكرا باقدام الميليشيا منتصف سبتمبر من العام 2021 على اعدام تسعة من ابناء اتهامة من بينهم طفل قاصر على مرأة ومسمع من العالم اكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك بانه لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني جاء ذلك خلال لقائه مساء امس في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الاممي الى اليمن هانس كوروبين وذلك لبحث جهود استئناف مسار العملية السياسية وجدد رئيس الوزراء دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الاممي وما يبذله من جهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا اكدت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها الاسبوعي نزوح سبعة واربعين اسرة يمنية خلال الفترة من الخامس الى الحادي عشر مما يلجاري وقالت منظمة الهجرة ان حالات النزوح نشأت من الحديدة وتعز وحجة والظالع واستقرت في مارب بواقع ثمانية وعشرين اسرة والحديدة بواقع ستة عشر اسرة والظالع بواقع اسرتين اختتمت ادارة شرطة السير يوم امس فعاليات اسبوع المرور العربي للعام الفين واربع وعشرين وذلك بتكريم رجال المرور القدماء والداعمين والرعاة وشاد نائب مدير عامل الامن والشرطة بالوادي والصحراء العميد علي الصاعي بجهود رجال شرطة السير قيادة وكوادر عاملة في الميدان خلال على جهودهم المبذولة خلال ايام اسبوع المرور العربي وتنفيذهم للمهام المرورية مؤكدا اهتمام ادارة الامن والشرطة برجال المرور ودعمهم في تنفيذ المهام الامنية والمرورية وشدد العميد الصاعي على حسن التعامل مع المواطنين وشد الهمم ورفع الجاهزية في تنفيذ الحملات المرورية المشددة بعد انتهاء الاسبوع التوعوي للمواطنين مشيدا بجهود رجال المرور القدماء والمواطنين الذين يبذلون جهودا في سبيل ضبط وتنظيم حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم من جهته اعرب مدير ادارة الشرطة السير العقيد فائز العامري عن شكره لجميع الداعمين والرعاة في دعم البرامج والمنشورات التوعوية المساهمة في انجاح فعاليات اسبوع المرور العربي ضبطت السلطات المختصة في محافظة لحج كمية من شمة الحوت بعد تواجدها في عدد من المحال التجارية بمدينة الحوطة عاصمة المحافظة وجاءت حملة ضبط كمية شمة الحوت في الحوطة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة ومدير عام مكتب الصناعة وتهدف الحملة لمصادرة شمة الحوت من الأسواق وضبط من يقومون ببيعها أو الترويج لها وحماية الشباب من مخاطر هذه الآفة الداخلة على المجتمع والتي تهدد مستقبل الشباب والأطفال وتدفعهم إلى الإدمان اندلعت مساء الأحد احتجاجات غاضبة في مديرية المنصورة بمحافظة عدن تنديدا بالانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في مديرية المحافظة وقطع المحتجون الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة وأضرم النار في الإطارات التالفة ما تسبب في توقف حركة السير بالشوارع المدينة وردد المحتجون هتافات تطالب بسرعة توفير مادة الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكانت إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قد حذرت خلال الساعات الماضية من خروج المؤسسة عن الخدمة لعدم توفر مادة الديزل المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية قالت مصادر مطلعة بأن العراقيل والجراءات التعسفية التي تفرضها ميليشيا الحوثي الإرهابية في المنافذ التي استحدثتها تسببت في اتلاف كمية كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية في محافظة إب وأكدت المصادر تلف سبعة أطنان من الأدوية والمواد الغذائية والمحاليل الطبية جراء احتجاز الميليشيا لها في المنفذ المستحدث وتركتها عرضة للشمس والأمطار وحملت المصادر ميليشيا الحوثي في الجمرق المستحدث المسؤولية الكاملة عن تلف الأدوية نتيجة العراقيل المتعمدة تأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من حادثة مماثلة شهدها منفذ نهم الذي استحدثته الميليشيا شرق صنعاء حيث تم إتلاف عشرة أطنان من المواد الغذائية والأدوية بعد تعرضها للتلف نتيجة لجراءات الحوثية أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن حصولها على تمويل أمريكي بقيمة 30 مليون دولار لمواجهة حالات سوء التغذية في اليمن وأعربت اليونسيف على لسان ممثلها في اليمن بيتر هوكينز عن امتدانها للمساهمة السخية من الوكالة الأمريكية للتنمية وقالت اليونسيف أن هذه المساهمة ستصل إلى ما يقارب من 500 ألف حالة من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في المناطق والمجتمعات الأكثر تضررا في اليمن وأشارت اليونسيف إلى وجود حوالي ثلاثة ملايين طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد مع ما يقارب من 600 ألف حالة من حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة أكد وكيل أول محافظة المهراء العميد مختار الجعفر بأن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بالمشائخ وعقال الحارات في مدينة الغيظة بحضور عدد من القيادات الأمنية لمناقشة آلية التنسيق مع العقال للحفاظ على استقرار المحافظة وأكد الجعفري بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بجر المحافظة إلى أعمال مخلة بالأمن وستضرب بيد من حديد كل من يحاول تعكير صف الأمن والاستقرار الذي تشهده المحافظة منفردة دون غيرها من المحافظات بدوره شدد مدير أمن المحافظة العميد مفتي سهيل صمودة على أهمية التنسيق بين الأمن والمشائخ وعقال الحارات مؤكدا أن الهدوء والاستقرار الأمني والسكينة العامة يجب الحفاظ عليها بتعاون الجميع ورصد أي أعمال مشبوهة ومخلة بالأمن والقضاء عليها وهي مسؤولية الجميع قال وكيل أول محافظة المهرام اختار بن عويض الجعفري بأن المحافظة بحاجة إلى إنشاء مركز إنذار مبكر وقد تلقت عودا من القيادة السياسية بإنشائه وعبر الجعفري عن أمله بأن ترى تلك التوجيهات النور وأن يتم تأهيل كوادر المحافظة على إدارة الأمزمات والكوارث توفي شخصان وأصيب اثنين آخرين بجروح وحروق جراء حادث مروري مروع على الطريق الرئيس بمديرية طور الباحة بمحافظة لحجة وقال مدير شرطة السير بمديرية طور الباحة النقيب السفير مساعد بأن شاحنة ارتطمت بسيارة برادو ما تسبب باشتعال النيران في احتراق السيارة ومقدمة الشاحنة وأضاف بأن الحادثة نتج عنها وفات شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح وحروق بالغة وأرجع النقيب مساعد سبب الحادثة للتهور في السرعة الزائدة للمركبة نعت نقابة الصحفيين اليمنيين الزميل الصحفي لبيب محمد علي شهاب نائب رئيس اللجنة النقابية الصحفية في قناة عدن الفضائية الذي وافاه الأجل اليوم الاثنين عن عمر ناهزة الخامسة وخمسين عاما إثر أزمة قلبية وأشاد بيان النعي بجهود الفقيد خلال عمله الصحفي والنقابي وتواضعه ودماثة أخلاقه مشيرا إلى أن الفقيد يعد من كوادر قناة عدن الفضائية ومن أكفأ العاملين في مجال الصحفة التلفزيونية وأكد البيان أن رحيل الفقيد مثل فاجعة للوسط الصحفي ولزملائه وأصدقائه ومحبيه سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبرى والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون بدأت بالعاصمة المواقتة عدن اليوم فعاليات الدورة التدريبية حول الإسهالات المائية الحادة لفرق الاستجابة السريعة والتي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد بقطاع الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري الدورة يشارك فيها خمسة وستين مشاركة من منسقي الترصد والمخبرين والمثقفين ومنسقي الأيديوز في محافظات عدن والظالع والحديدة وأكدت مدير برنامج الأيديوز بوزارة الصحة الدكتورة حنان الطريمي أهمية الدورة في الرفع من مستوى عمل فرق الاستجابة وعملها الميداني داعية المشاركين إلى الاستفادة القصوى من مفردات الدورة وعكسها على الواقع العملي دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في أمان الله اشتركوا في القناة